بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع قناة درس رياضيات أونلاين عايزين نتعلم إزاي نحسب عمرنا باليوم والشهر والسنة هنستخدم عملية طرح بس بشكل جديد ركز معنا وتابع معنا الفيديو للنهاية عشان نتعلم إزاي نحسب عمرنا أو إزاي نحسب الفرق بين تاريخين تعالوا كده نشوف لو قلنا تاريخ ميلاد أحمد 15891 وعايزين نحسب عمره بتاريخ اليوم هنحسبه بالأيام والشهر والسنين هنعمل عملية استيلاف أصناء الطرح لو اضطر لنا الكده الاستيلاف هيبقى بقيمة مغيرة يعني بقيمة حسب إلا أنا باستلف منه وإلا أنا باستلف له وإيه كلام ده اللي انت بتقوله ده ده بتعالوا كده نشوفه نتابع الفيديو للنهاية عشان نتعلم إزاي نحسب عمرنا بتاريخ اليوم بشكل جديد وبطريقة بسيطة وسهلة جدا أولا لما كن عايز أحسب عمري باليوم والشهر والسنة طبعا بكتب تاريخي اليوم النهار ده كم يا حدوين النهار ده تمانية تمانية كام؟ تمانية إبريل يعني شهر أربعة سنة كام؟ سنة الفين واحد وعشرين تمام إبقى دايما لما باجي أحسب عمر باليوم والشهر والسنة بكتب تاريخي اليوم فوق دايما بعد كده بكتب تحته تاريخ ميلادي بالأيام والشهر والسنين هو تاريخ ميلاد أحمد كام خمسطاشر تمانية الف وتسعمية واحد وتسعين فين اليوم 15 فين الشهر 8 فين السنة 1991 تمان هنعمل ايه بعد كده تعالوا نشوف هنقول اليوم وبعد كده الشهر والسن تعالوا نشوف اليوم 8 نايس 15 هباين من الحلوين بيقولوا ما تنفعش لأن التمانية صغير ما ينفعش اطرح منها عدد كبير وهو الخمستاش هنستلف من اللي جنبه هتبلك بقى من دي هتستلف كم من اللي جنبها دية تربع هستلف منها واحد يعني هتبقى كم هتبقى 3 المشكلة مش في كده الواحد بقى الا انا استلفته death امته كام يا ترى امته واحد هقول واحد وهتبقى تتاة 18 ايه وهتعمل كده المال ايه لا اذا انا هفكر دا انا استلفت من الشهور استلفت منها واحد يعني استلفت منها شهر هو الشهر دا في كم يوم فيه 30 يوم يبقى الواحد دا امت تلاتين ينبالك يبقى التمانية دي لما اضيف لها الواحد لو هو امت تلاتين بقت كام بقت 38 38-15 8-5 3-1-2 يبقى انا عندي كده كم 23 يوم نخش على الشهور الشهور بقت كم بقى 3 اطرح اقول 3 ناقص 8 اوين فا اطرح اقول 3 ناقص 8 ازاي كده ده 3 اصغر من التمانية يبقى ازاي اطرح 8 من التلاتة يبقى لازم استلف ها استلف من السنين واحد يبقى الـ 2021 هتبقى كم هتبقى 2020 مش دي المشكلة قد بالك هو الواحد اللي انا استلفته ده هحطه كده جنب التلاتة هتبقى 13 اوه هتعمل كده ما ينفعش المال ايه اسأل نفسك سؤال انت استلفت من السنين للشهور طب الواحد اللي انت استلفته من السنين ده هيساوي كم هيساوي سنة يبقى الواحد لما بستلف من السنين بيساوي سنة طب وهي السنة اصلا فيها كم شهر فيها 12 يبقى التلاتة ديت هضيف لها كم هضيف لها 12 يعني هتبقى كم هتبقى 15 يبقى هنقول 15 ناقص 8 بتساوي كم يا حلوين بتساوي 7 يبقى هنا 7 اشهر تمام السنين بقى هنقول 2020 ناقص 1991 هتلاقيها كم 29 29 ايه 29 سنة اذا عمر صاحبنا احمد هو كم بقى باليوم والشهر والسنة 29 سنة و7 اشهر و23 يوم بالتمام والكمال تعالوا ناخد برضو عملية زي دي ونحسب عمر فلان بولي هنا تاريخ نيلاد خالد 21 9 1998 21 هو اليوم والتسعة هو الشهر و1998 نيه السنة احسب عمره بالايام والشهر والسنين عايزين نحسب عمره بتاريخ اليوم طب وهو اليوم كام اليوم 8 8 4 يعني اللي هو شهر ابريل احنا عارفين وسنة كام يا حلوين 2021 21 يبقى باكتب تاريخ اليوم فوق بعد كده باكتب تاريخ ميلاد الشخص باليوم والشهر والسنة تعالوا كده نشوف 21 هو اليوم طب وهو في شهر كام شهر تسعة سنة كام 1998 تمام تعالوا بقى نشوف هنحسب ازاي يلا كده نبدأ باليوم 8 ناقص 21 ده مش هتنفع ده 8 اصغر من ال 21 ازاي انا اطرح 21 من ال 8 ده ما ينفعش يبقى اليوم ده هاستلف له 1 من الشهور لا بتعالوا كده هاستلف من الشهور ده 1 يبقى الله 4 هتبقى كام هتبقى 3 ده بالواحد اللي انا استلفت ده هحطه جنب التمانية هتبقى 18 ايه و هتعمل كده ما ينفعش ايه والواحد ده انت استلفت من الشهور للأيام يعني انت استلفت واحد من الشهور يبقى الواحد ده امت شهر والشهر كام يوم 30 يوم يبقى الواحد ده امت تلاتين يبقى التلاتين دي هتبقى زائد التمانية هتبقى كام 38 يلا نطرح كده ونقول 38 ناقص 21 8 ناقص 1 7 3 ناقص اتبقى التلاتة تعالوا كده نطرح تلاتة ناقص 9 هو ينفع اطرح التسعة من التلاتة ده ماينفعش لان التسعة اصلا اللي انا بطرحها من التلاتة دي اكبر من التلاتة ده انا كده ماينفعش اعمل عملية الطرح يبقى هنستلف هنستلف بقى منين من السنين للشهور هنستلف واحد يبقى الالفين واحد وعشرين دي هتبقى ايه الفين وعشرين مش دي المشكلة اول واحد ده انا استلافته منين? انا استلافته من السنين. استلافته من السنين للشهور. يعني انا استلافته من السنين واحد. يبقى الواحد ده امتوا بسنة. والسنة فيها ايه? فيها اتناشر شه. يبقى التلاتة دي? هقول تلاتة زائد اتناشر. ليه اللي اتناشر دي? لان السنة فيها اتناشر شه. يبقى تلاتة زائد اتناشر كام? خمستاشر. يلا نعمل عملية الطرح. هنقول كده بقى خمستاشر مائز تسعة. بتساوي كام? بتساوي ستة. ستة ايه? ستة اشهر. تمام? نخش على السنين. الفين وعشرين هطرح منها الف وتسعمية تمانية وتسعين. هتلاقي الناتج اتنين وعشرين. اتنين وعشرين ايه? اتنين وعشرين سنة. ازا عمر صاحبنا خالد هو اتنين وعشرين سنة. وستة اشهر وسبعتاشر يوم بالتمام والكمال. لو عجبكم الفيديو اعمل لايك واشتراك وانعرف اصحابنا واصدقائنا باسم قناتنا قناة درس رياضيات اونلاين. اشوفكم على خير في فيديو جديد ومعلومة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.